السلام عليكم طلاب الأعزاء طلاب الصف الرابع في مبحث الاجتماعيات اليوم بدنا نأخذ درس جديد وهو العطاء احنا كأفراد في هذا المجتمع لابد لنا من انه نقدم الخير ونساعد الآخرين كل واحد من منطلق او كل واحد من المكان اللي هو فيه كل واحد فينا ممكن انه يقدم الخير حسب قدرته وحسب المكان اللي هو موجود فيه مثلا الطفل بقدم الخير لأخوه أخوه بقدم الخير لأبوه أبوه بقدم الخير للجيران أبوه بقدم الخير لأخوه بقدم الخير لإخوانه بقدم الخير لأولاده كل إنسان من مكانه فيه عنده قدرة معينة يستطيع من خلالها بانه يقدم خير أو ينشر محبة حتى تكون المجتمعات كلياتها قائمة على المحبة والسلام والخير والعطاء والحمد لله إحنا كمجتمع أردني بنتميز عن معظم مجتمعات العالم وبأنه إحنا شعب منحب الآخرين منقدم الخير للآخرين منساعد الآخرين مهما كانوا مثلا في أزمة الكورونا الآن الغنيب بقدم الخير للفقير القوي بقدم الخير للضعيف عشان نحقق المبادئ الدينية وأهم شيء الآية القرآنية اللي بتحكي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ومن هون بنستنتج بأنه أنت بتساعد صاحبك بتساعد أخوك بتساعد جارك بتساعد أبوك بتساعد أمك بتساعد جدك بالأشياء الخير بالأشياء اللي حف عليها الدين الإسلامي الحنيف بالأشياء اللي بتحقق مصلحة الآخرين ومصلحة الوطن وما بتساعده بالأشياء الشر يعني مثلا واحد بدي إياك تساعده في ضرب واحد في مشكلة مع واحد هاي أشياء مش خير واحد بدي إياك تساعده بالكذب بأنه والله أنا عملت هيك آه تعال إشهد معي لا هاي تعتبر شهادة تزور ولا تجوز فإحنا ما منساعد بعض بالأشياء الشر الخيانة خيانة الأب خيانة الأم خيانة الوطن هاي كلية هاي أشياء ما بصير إنك تعملها بنرجع بنحكي العطاء بإنك تقدم الخير وفق مصلحتك ومصلحة الآخرين ومصلحة الوطن آه ومنأكد على المبدأ اللي بحكي أنا أردني أحب وطني الأردن الذي منحني الحرية والكرامة والأمان أنا أحب وطني الأردن وسأبذل له الغالي والنفيس وهذا تجلى بشكل كبير حاليا في أزمة الكورونا وكل ياتكم بتشوفوا وكل ياتكم عارفين كيف الناس كل ياتها صارت تساعد بعضها الغني صار يعطي الفقير اللي معه صار يعطي اللي معوش اللي بيوزعوا الناس كل واحد بيستطيع بإنه يقدم أي شيء قدم وساعد في هذا الوطن الكبير وبنأكد على مفهوم العطاء لو نيجي نعرف العطاء هو تقديم كل ما تستطيع لمساعدة الآخرين على قضاء حوائجهم إحنا غالبا مثلا بتمثل فيه بإنه العطاء إنك تعطي إشياء الكبار السن ولكن أنا حكيت لكم لا العطاء بإنك تقدم الخير لأي إنسان يحتاج مساعدة بغض النظر عن عمره بغض النظر عن جنسه بغض النظر عن دينه بغض النظر عن عرقه ولكن فيما يحقق المصلحة والخير والمنفعة للوطن ولا إلك ولا إله هسا الأنواع العطاء ممكن يكون العطاء مادي بإنك تساعد بفلوس تساعده والله ما معوش مصاري تعطيه مصاري معوش يدفع قصد جامعة بتعطيه قصد جامعة معوش يوكل بتعطيه طعام ما عندوش ملابس بتعطيه كساء وما يشمل كمان الصدقات في دينه ما يشمل الزكاة هاي كلياتها نوع من أنواع العطاء أو العطاء المعنوي العطاء المعنوي واحد زعلان تيجي تحكي له إيش ما لك واحد عنده مشكلة تساعده في حلها مش ضرورة تكون مادية ممكن تكون معنوية في ناس الكثير الكثير من المشاكل يكون حلها فقط بالحديث واحد زعلان منك تروح تعتذر هذا نوع من أنواع العطاء واحد مدايك تروح تسمعه وتمدح الثناء والمديحة على الشخص اللي أمامك هذا يعتبر من أنواع العطاء واحد قدم لك إيش تحكي له شكراً هذا نوع من أنواع العطاء هون في عندنا مثال على العطاء العطاء اللي هو هايو في شخص عم بيساعد فتاة في قطع الشارع أو عبور الشارع هذا نوع من أنواع تقدم المساعدة من صور العطاء للإبن مساعدة الوالدين طاعتهم ممكن أنك مش بس تساعد الوالدين الإبن الصغير بده يسمع كلام الإبن الكبير هذا عطاء بده يقدم المساعدة الأخ الكبير بده يقدم المساعدة للأخ الصغير بمساعدته بيحل الواجبات هذا نوع من أنواع العطاء الطالب كأنت كطالب شو صور العطاء أداء الواجبات في عندنا صور العطاء ثانية دائماً العطاء مش بس أنك تعمل إشيه في أشياء أنت لازم تمتنع عنها هذا يعتبر عطاء يعني عدم رمي النفايات في ساحة المدرسة لم من نفايات من ساحة المدرسة هذه صورة من صور العطاء مساعدة أصدقائك مثلاً ما فيهموا إشي والحصة أنك تساعدهم أنك تساعدوا بيحل الواجب أنه ما يكون عارف الواجب يحكي لك شو الواجب اللي علينا أن تحكي له سؤال ستة من الكتاب من صفحة مثلاً خمس وعشرين هذا نوع من أنواع العطاء بأنك تساعد أصدقائك شو ما كانت المساعدة من صور العطاء تاعت الفلاح زراعة المحاصيل الزراعية أنه يسق المحاصيل أنه يتابع المحاصيل أنه يبعد الحيوانات عن المحاصيل جني المحاصيل هذه كلها نوع من أنواع العطاء الجندي حماية الوطن منع الشغب فضل مشكلات فضل نزاعات حل المشكلات هذه كلها من صور العطاء لحماية الوطن الأم والأب من صور العطاء أنت بدك تحكي لي مثال وأنا بدأ أحكي لك مثال الأم الطبيخ اللي بالبيت الطبيخ اللي بتطبخ لك هي هذا صور من صور العطاء تربية الأبناء هذه صور من صور العطاء ترتيب المنزل هذه صورة من صور العطاء الأب أنه بروح بيشتغل بيجيب راتب صور من صور العطاء بيجيب لك أشياء زاكي صور من صور العطاء بيجيب لك طعام بيجيب لك ملابس بيجيب لك أقصاط المدرسة هذه كلها تصور من صور العطاء وبالمقابل أنت شو لازم تعمل عشان ترد هذا العطاء تحكي له شكرا تسمع كلامه هذا انت العطاء اللي بترتب عليك لا والدك تحكي له شكرا تساعده تسمع كلامه تعملوا الاشياء اللي بيحبها تساعده تساعد أمك في الطبيق تساعد أمك في تنظيف البيت تساعد أبوك في حمل الأغراض هاي كلية صورة من صور العطاء كمان العطاء المعلمة شرح الدرس تشجيع الطالب انه والله انت برافو عليك احسنت تقييم الطلاب مساعد العطف على الطلاب وكمان حكينا في عنا عطاء معنوي عطاء المعنوي ممكن انها احتواء الطلاب ومشاكلهم هاي كلية صور من صور عطاء المعلمة الطبيب بانه علاج المرضى هاي صورة من صور العطاء تشخيص الحالات هاي كلية صورة من صور العطاء هون في عنا أمثلة على بالصورة على العطاء هون في عنا هاي طلاب بلموا النفايات لا يبدو بانها من المدرسة هاي من حديقة من حضائق الحي فهذا بندرج تحت الأعمال التطوعية والأعمال التطوعية هي صور من صور العطاء ولا بد من تشجيع هذه الأعمال التطوعية عشان ترتق الدولة في عنا فوق في بنا بنت بتساعد كبار سن في عنا طبيب يقوم بصحب عين الدم الطبيب يقوم بصحب عين الدم وهذا عطاء والشخص هذا متبرع وفي عنا تبرع بالدم احنا كل فترة وفترة بيعملوه الشباب للدولة فهذا الشب جاي يتبرع للدولة بدم فهذه صور من صور العطاء وهيك بيكون خلص الدرس وإن شاء الله يكون منكم العطاء الخير وإن شاء الله تكونوا دائما بتقدموا الخير والمحبة وبتنشروا المحبة والسلام وأينما ذهبتم وأينما حللتم إن شاء الله بنشوفكم بالحصة الجاي بالتوفيق دائما